الجدار عندنا إحنا عندنا أربع جدران الجدار الأولى نسمه النكد النكد ده الناس بتتكلم عنه فبتمارسه وهي مش عارفة يعني في حد بيقول والله أنا مش النكا دي بس هو نكا دي نكا دي ده هو مش شايف نفسه ده إن النكد ثلاث حاجات كل واحدة من دي فيها الكسرة يعني إن حاجة تحصل كتير لو حاجة تحصل مرة واثنين ده ممكن نقدر نعالجه لك لما يحصل الكسرة هو دوت بقى اللي بيقدي إلى إفشار الحاز هو ده النكد النكد ده تلات حاجات النكد هو كسرة الانتقاد وكسرة اللوم وكسرة الشكو التلاتة دولة دولة مزيج وخميرة النكد في البيت كسرة الانتقاد كسرة اللوم كسرة الشكو التلاتة دولة لو موجودين في إنسان فهو إنسان نكا دي إنه وكل ما يشوف حد ينتقده أنا شفت في حالات الرشاد الزوجي عندي في لجنة الرشاد الزوجي في دار الإفتة في ست كل مزوجي هيعمل حاجة تنتقده 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 لغاية ما يحصل حاجة اسمها الاستهلاك العاطفي استهلكت كل العواطف هو لي الله سبحانه وتعالى تعالوا نتأمل قوله وتعالى والعكس صحيح بس يا مولناش أليس أكامل والله خلينا أكامل بس ده الكلام ده في رجال أكثر من الستات لأن الراجل أقول لك حضرتك مثلا باللاحظ حاجة الراجل أهز أول من مجاوز الزوجة عايز يتحول الهيرو بتاعه فهو يتحول الهيرو بتاعه زي إنه يزود الانتقاد عشان يبقى تحس إنه هو كبرها فهو مش عالف كده إنه هو بيدمرها المرأة لا تتحمل هذا الانتقاد فهو لما يتحول بقى كل حاجة أنتقادها على فكرة ماكرون بشبين لنقصة ملح على فكرة الطبيق الرز مش الرز معجن وعندين أنت عاملة كده في نفس كده إيه الأفكار اللي أنت بتقوليها دي أنت لسه ما لا ضغطيش كده لا ده عارف فيك كمان حاجة كمان أسوأ كمان طب دي خلطات هي عجنة الرز ده في مثلا زوجة ممكن مشكلة إن الرز بتعمل زي رز ومامته بس ده في زوجة كمان ممكن تبقى عملت حاجة مخصوص عشانه يعني نزلت وتعبت وبدأ ما يقولها شكرا يلاقي كان لازمته أنا ما كنت كويس من غيرها